وكالة فرونتكس لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تتوقع ارتفاعا في عدد اللاجئين إلى أوروبا خلال العام الحالي خاصة وأن بلاد عديدة تجاور الاتحاد الأوروبي تعاني من اضطرابات وأخرى تعيش حروبا صعبة تدفع الناس إلى الهجرة خلال مؤتمر صحفي عقدته وكالة فرونتكس في برلين أعلن فابريس لجيري الرئيس التنفيذي للوكالة أعلن أنه تم تسجيل قرابة 150 ألف حالة عبور غير شرعي في بداية العام الجاري أغلبها بين تركيا واليونان مضيفا أنه عمليا من غير الممكن إعادة اللاجئين الذين وصلوا إلى اليونان من غير الممكن إعادتهم إلى تركيا أخيرا دعت وكالة فرونتكس إلى عدم نصب السياجات الحدودية في منطقة البلقان لأن ذلك لن يوقف تدفق اللاجئين مطالبة الدول الأعضاء الأوروبية بمزيد من المساعدة اللوجستية